ترجمة نانسي قنقر صر أن يشارك في سمر فاستغربنا أنه يكلم فينا يعني الأمر صار مهم أكثر قال أنا حبيت نكلمكم سبب وجودي ثم قال أنه أنا رصام سويسري يهودي لما قال يهودي تدلنا أكثر الموضوع يبدو أنه صار أكثر مهم إثارة في الموضوع فقال أنا يعني هذا الرصام وكنت فنان وأشتغل قال لما كنا نشوف الأطفال والألام تحهم والجرحة وهذه الأشياء في أيام الحرب على غزة للتلفزيون كانت عنده بنته صغيرة فكانت سؤالها دائما للوالد تحها ماذا فعلت لهؤلاء الأطفال الرجل يسكن سويسرا لا يجد جوابا مثل ما أنا جد جميعا جوابا فأرقه الموضوع كثيرا وصل به أنه قال أننا لم أعد أستطيع أن أنظر لنفسي في المرآة بأنني لا أجد جوابا لابنتي هذه الصغيرة التي تلح علي كل مرأة تلك المشاهد ماذا فعلت أنت يا أبي لهؤلاء فقال لم أجد ما أقدمه أو ما أجيب به ابنتي حتى أستطيع أن أنظر لنفسي ثانية في المرآة إلا أن أركب معكم هذا الأسطول يأتي بجواب لابنته يعني جاء في أسطول حري نعم يعني أكبرناه كثير في هذا الموقف نعم سيدتي كيف جرى تنظيم للسفينة يعني قلت لي أن الأتراك استحوذوا على سطح السفينة لأنه أرادوا أن يكونهم الدرع هم الحماية هم الخدم لباقي الوفد أولا ما بات الخطر ممكن وليس وشيكنا نذاك لما بدأ الخطر ممكنا وأنه قد لأنه بعد تعطل للسفينة الأوروبية وتأخرها لأنه بقينا يوم كامل في المياه البحر ننتظر مجيء السفينة الأوروبية بسبب العطبة الذي تعرضت له في اليونان فعرفنا أنه الأمر يبدو أكثر جدية نعم بهذه اللفتة قرروا أنه بدأ الخطر يكون ممكنا فقروا أنه كيف يجب أن نتصرف إذا وجدنا أنفسنا وجها لوجه مع الكيان الإسرائيلي الغاسب في المياه أو حتى في أي مكان آخر نعم فبدأ النقاش وفتحه لكل الممثلي الوفود وما إلى ذلك تناقش حول كيف سنتصرف ما هو سيكون سلوكنا وما يكون موحفنا كسفينة واحدة موحدة لها هدف واحد وسيكون مصيرها في الأخير واحد كان من ضمن النقاش طبعا هذا الرؤية الأوروبية هو أنه لماذا لا نضع النساء في محاولة للإعلان عن سلمية السفينة نضع النساء في مقدمة السفينة من اقترح هذا الاقتراع؟ النساء يوضعون كدروع في المقدمة؟ في مقدمة السفينة مرمرة في تلويح لأنه الموضوع سلمي نعم يعني كحامامة سلام صحيح رسالة سلام إلى الإحسائلين في تلويح لأنه رسالة الأسطول رسالة سلمية ومجرد ما يقتربه الكل ينبطح ونسلم السفينة بكل سيدي الوفد الأوروبي هو من اقترح هذا صحيح نعم 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 لكن أنت تعرف يبدو أن الأتراك طبعا زيين هم أول من قبل هذا الفكرة طبعا بهذه اللغة وبهذه الحدية فيعني تعرف أنت المستوى العدد بالنسبة إحنا اللي كنا تقريبا ثلثين مسلمين وكان الثلث الآخر ما هم مش مسلمين ولكن عدد الأوروبيين يكون يعني الأوروبيين والأمريكيين وغيرهم من خارج هذه الجنسيات ما جاوزش واحد الثلث يعني إلى 200 واحد فطبعا كانت الأغلبية أنه مستحيل إحنا نصل أولا نصل إلى أنه نضع النساء في المقدمة أو نستعملهم كدروع بشارية لا أحد يقبل بهذا على نفسه وبالإضافة لذلك مستحيل نصل إلى هذا المستوى من التسليم أنفسنا نحن لم نأتي للقتال ولكن نتفاوض معهم إلى غير ذلك لكن لن نسلم بسهولة لن نسلم بهذه السهولة سفينتنا وأنفسنا نعم لم أسألك عن يوميات الوفد الجزائري في الباخرة ماذا تذكرين بالضبط أن أمر إلى الحقيقة اليوميات لا ينساها واحد جزائري في تلك الأيام يوم سبعة وعشرين بدأت صعود لظهر السفينة وبدأنا نلتقي وكان الجو ما شاء الله عليه وانت في وسط البحر قبل تهديدات جو شاعري جدا مطلق قبل تهديدات هذا في اليوم الأول وانت غير على البحر نعم فصعد كل الوفد الجزائري كنا نطمأنه لأنه البعض كان نقول لك بليراو في الاستعداد المادي درنا رحلة اختبار بحرية باش نشوفوا شكل عنده دوران البحر وشكل يمرت قبل هذيك كنا في ألطايا ممكن تخذوا له أدوية أو شيء مهم قبلنا وغير ذلك فكنا نطمأنه هل المجموع كله بخير وغير ذلك حتى أنه البعض ما قدرش يطلع هذه الصباحة لأنه كانوا تقريبا ثلاثة ما طلعوش هذه الصباحة لأنهم كانوا شوية تعبانين فكانوا مستلقيين معظم الوقت فأبقي نعم احنا كلنا كلنا التقينا وبدأنا هكذا مع ذلك هذه كلفحات الشمس وتحسفك وكأنك في الجو كأنه في الجزائر وأمام البحر تعنا فبدأنا كلنا نشده في النشيد نشيدنا الوطني اللي هو قسما نعم ونشدناه بعفوية يعني التطرف الجزائريين كلهم يحفظوه كلهم ينشدوه وتأخذهم الحماس وهم ينشدو فيه وكأنهم كلهم الجوق الرسمي يعني في أداء النشيد الوطني فإحنا كيبدينا في النشيد الوطني بدأوا المشاركين يصعدوا يعني يعني يهرولون ويسارعون لرؤية من أين يأتي الصوت ومن هؤلاء وماذا يفعلون يعني يعني يشدهم صوت ويبدوا النشيد بحد ذاته احنا دي ما نقوله بركة النشيد الجزائري يعني يصل إلى القلوب يعني قبل ما تفهم كلامه وقبل ما تحس باللحن تاعه فبعض أخذ الكاميرا تاعه حتى أنه وحدة تركية سجلاته وبعد ذلك قاعدة تحفظ فيه وتقول لنا حفظها قلت لي هذه واحدة المرافقة لي يا سابرنا قلت لي هذه لازم نعن الموها العربية ومعن نحفظها النشيد الوطني مش نحفظها النشيد الوطني فأثارهم يعني فولت هذه عنا عادة كل صباح كأنك في مؤسسة رسمية كل صباح نطلعون نديروا النشيد الوطني هذا المكان اللي جمعنا لأول مرة فرشناه بالحصار رطعنا اللي كنا ندينهم معنا ودرناه بالأعلام الجزائرية وسمناه حارة المغاربة ولي كنا كما كنت نقول لك نديروا فيه جلسات الشاي ونلتقيوا فيه ونسقوا فيه كانت عنا جلسة تنسيق صباحية وجلسة تنسيق نسائية حتى نتبادل كل المعلومات والمستقبل طيب انتهى الشاي جلسة هديدة الإسرائيلية معاش فيه مجال للسمر أصبحت الرحلة خطيرة جدا تقاسموا السفينة اتفقنا اتفقوا في الأخير لأنه بعد كثير من الجدل من يوم من لحظة الصعود إلى غاية التهديدات الإسرائيلية كم ساعة كم يوم أعتقد نحن من يوم 26 صعدنا السفينة إلى غاية يوم 30 بدال 30 مساء لا هو 30 مساء تقريبا للساعة السادسة بدأت البوادر أنه تحركوا مننا لأنه بجهة المعنوية من أربع أيام أربع أيام من يوم كله متوقفين كنتم في المياه الإقليمية الدولية أعتقد لم تدخلوا بعد كنا في أعالي البحار لم نصل بعد حتى المياه الإقليمية لم نصلها كيف تلقيتم تهديدات الإسرائيلية كنا نحن نتابعها في القناوات على أنها لما يخرج واحد عسكري وزر دفاع الإسرائيلي يقول سنضرب الأسطول خلاص لا يوجد شك في الأمر نحن كثير مننا كان يميل للتحليل أكثر فكان يقول بالي يروا بهذا العدد من الأوروبيين ومن الجنسيات وبهؤلاء الدبلوماسيين لا يمكن الوصول إلى عمل خطير لن يصلوا إلى قسف السفينة لن يستعملوا الرصاص على الأقل ربما يقتادوا السفينة من خارجها دون أن يصعدوا حتى إليها أو دون أن نراهم أو يرونها يعني كان هذا الاحتمال أكثر لماذا حسيته بجدية تهديد أو الخوف أو على الأقل لا جديد إدراكنا لأن العمل العسكري صار ممكنا في حقنا لحظة أعلمنا في الساعة السادسة أن هناك بارجتان حربيتان خرجت من غادرة المياه الإقليمية الإسرائيلية وتقترب منها لأنه اقتراب بارج لما تكون أنت حب تمنع سفينة سلام أو أسطول سلام لا يمكن أن تمنعه ببوارج عسكرية كان يمكن أن تستعمل شرطة أن تصل غير ذلك لكن أن تستعمل بارجتان حربيتان من أكبر البوارج فالأمر يبدو أنه صار أقرب إلى الجد منه إلى التحليل وإلى الخيال النفسي فاجتمعت القيادة وقررت أنه لأنه قرروا طبعا الدفاع من أنفسنا في السفينة وليس لتسليم السفينة مباشرة فتقاسمنا السفينة طبعا الأوروبيون لم يكن يميلون تماما إلى الدفاع عن النفس في هذه الحالة كانوا يطالبون يتسليم السفينة صحيح كانوا يرون أنه أفضل أن نسلم أنفسنا ونسلم السفينة بالشكل الذي اقترحوه سابقا لماذا رفض هذا الاقتراح إذا كان الهدف هو الحفاظ على الأرواح البشرية صحيح كان هدف حفاظ الأرواح على الأرواح البشرية لكن إذا كنا سنستسلم بهذه السهولة فلما خارجنا كنا مستسلمين وموجودين بعيدين يعني كان الرهان كنا نحن في محاولة للوصول للتفاوض كان الخوف من أنه إذا فشلت هذه الرحلة لن تقوم للرحلات القادمة كانت ستكون نهاية الإغاثة نعم وهذه تولي مسؤولية أكبر يعني على الملخات لذلك كان في حسار وفكرنا أكثر في أنفسنا لكنا في هذه اللحظة يعني حكومنا على أهلنا في غزة بالحصارة دائم وبالموت الأكيد لكن كنا أمام أنفسنا وأمام تخذ القرار بالدفاع عن السفينة بماذا الدفاع أنتم أسطول سلمي نعم نحن أسطول سلمي ولو نكن نحمل شيء للدفاع فقط هي حرارة حرارة النفس والروح كما يقولون فقررنا في أنه أولا نتقاسم السفينة للدفاع عن أنفسنا أو محاولة لمنع لغا ذلك لم تكن على السفينة أي شيء يبدو في البداية أنه ممكن استعماله مطلقا حتى أنه منعونا من مقلمات الأظافر ونخشينا أنه طول المدة ولا نجد ما نقلم به حتى أظافر لم يكن لدينا سكين حتى ليقطع تفاحة تصور منعونا من ذلك فكنا نقطعها باستعمال بعض المفاتيح أو شيء من هذا الذي كنا نحمله معنا من هذا الحد كانوا في البداية معنا يعني حرص الأتراك على السلمية التامة لكن بعد ذلك كانت السفينة لديها سياج حديدي يسيج حافظة السفينة يحيط به كل السفينة عبارة عن قضبان حديدية مفصولة عن بعضها البعض هذه القضبان الحديدي كما تشوف الباروداج هذا كله كان داير بالسفينة في البداية كشيء أمني بشيء واحد ما يسقط حتى يكون على سطح ولا على حافة من الحافات لكن بتأكد أنه الهجوم قد يكون حقيقيا أنا على ذكر هذا الباروداج أنا قرأت أن الأتراك استحبوا معهم آلات لقطع الحديد ومجرد اقتراب المروحيات والزوارق الإسرائيلية قاموا بتقطيع هذا السياج الحديدي وتحويله إلى عسي مجموعة من العسي سلموها إلى أعضاء الوفد للدفاع عن السفينة لكن هذا لم يكن في علمنا لم نكن في علمنا لم نكن في علمنا ماذا وقع بالضبط لم نكن في علمنا أن هذه الأشياء ستستعمل أو للدفاع وأن معهم قطع الحديد صنعوا منها عصي حديدية صنعوا منها عصي لكل شخص يدافع أو يقف ضمن هذا السياج المدافعين يعني قطع الحديد المحيط أولا لازم نعرف بليرا كانت كانت حراسة في السفينة يومين نتقسمها نحن والأتراك والموجودين لأننا نحن منصقين تقريبا للوفد العربي وموجودين الأتراك نعم فكانت يطلبوا يوميا ليليا وفد للحراسة فكان يتطوع بعض الأقوياء الشداد مننا اللي كانوا بارك الله عليهم يتنازلوا عن نوهم من الليلي وعلى هذه الراحة التي ستكون بعدها تعب كبير فكانوا يقوموا بالحراسة مع الأتراك في السفينة انتهت الحراسة وانتهت هذا جاء موعد الدفاع عن الذات فيبدو لأتراك قبل الدفاع أو قبل الاشتباك أكيد أنتم جاءت تهديد بلغ أوجهوا وشعرتم بجدية التهديد تم الاتصال بالسفينة اتصالات مهم جدا هل اتصلتم بالسلطات بأهاليكم أولا تم اتصال من طرف الإسرائيليين بالسفينة في أنه عودوا فالسفينة أبد تماما وكل الراكبين خليني في اتصالاتكم بعائلاتكم أولا وبالسلطات الجزائرية نحن نملعنا بالخطر في البداية كنا متواصلين عادي مع أهلينا لأنه كان قاعة لفعل انترنت ومننا وتتواصل مع أهلك وتكتب لي السيدات اللي كانت معنا كان عيد ميلادها واطلقت آخر شيء طلقت إيميل من بنتها كانها بعيد ميلادها قبل الهجوم بلا حظات نحن لما تأكد الأمر وبدأت تقسيم السفينة فأخذوا الأطراق سطح السفينة بكل إصرار منهم أن سطح السفينة يكون لهم في هذه الحالة واخذوا البقية البقية التي لا يوجدها الجزائريين الطوابق الأخرى ونحن كنا على الطابق القريب من الطابق الأرضي بمعنى أول سعود على السفينة تجد في وجهك الزوارق الإسرائيلية كانت تهدي الطابق أول طابق لأن السعود للسفينة يكون من خلال الزوارق فتقاسمنا لما بدأت تحضيرات هذه والتقسي والتوزيع الجليد سوفتاج تلبسها لمنع الغرق وغير ذلك لما بدأ ظهر الأمر أنه يعني المؤكد أنه بدأت ممكن إغرق سفينة فبدأنا الاتصال بأهالينا كما في الحقيقة هو في السفينة كان سيد أحمد لطيفي استحب معاه هاتفين للثورية وكان بعض النواب كان عنده هاتف دولي وغير ذلك فكان يعرض على كل الوفد الجزائري اللي حبيت كل اتصالات كم تجري عن طريق هاتفين للثورية هذا حتى بعد كصعبة الاتصالات كل اتصالات السفينة والتي تقولها تترى من خلال هاتفين للثورية وسمعت أيضا أنه حتى الرئيس الفنزولي الراحل اتصل من خلاله يسأل عن رعية من رعية عن طريق هاتف ثورية صحيح اتصل لي يسأل عن رعية من رعية احنا طبعا لما صار الأمر جد اجتمعنا كوفد وخبرنا كل واحد في الوفد تعني أنه يتصل بأهليها ويتواصل معهم لا جواب تنيش السلطات الجزائرية نعم طبعا كان الأمر طبيعي أنه لازم نتواصلوا مع المسؤولين الجزائريين ونخبروهم لأنه كوصلت الساعة العاشرة بالضبط ولينا محاطين بأربع بوارج حربية أولوش اثنان طلت بارجة الفرين أسطول سلمي محاصر بأربع بوارج حربية احتمال العمل العسكري الجنوني صار ممكن أكثر فحبنا نتواصلوا مع السلطات الرسمية وطلبنا منهم أنه إذا كان ممكن شغل أن نمروا الوفد في التلفزيون الجزائري أو في الإذاعة أو في غير ذلك في محالة لإرسال رسائل طمأنة من خلال طبعا الإعلام الجزائري للشعب الجزائري لأهالينا ولكل من يهم يهو أمرنا سواء كان رسميا أو كان غير ذلك يعني طال الوقت ولم نجد ردا في هذا الموضوع حتى حدث ما حدث ولم يحدث هذا التواصل من خلال الإعلام فرغم أننا كنا نملك وسائل الاتصال إلا أن نتصل الأقل في الرسالة أخيرة من هذه ولكن أكيد سمعت أنه كان في التصال عن طريق سيد أبو جرال سلطاني بحكم أنه كان وزير دولة وكان زوجته موجودة في الوصف لا من خلال قائد الوفد كان يتواصل مع هو عضو في الحكومة فمن سهل جدا أنه يوصل للرسالة لا وصلت الرسالة و لكن بلا مجيب وصلت الرسالة و كنا ننتظر لأننا كنا ننتظر أن نقدموا شيء إعلامي وكانوا معنا إعلاميون وكان ممكن ننقل هذا التغطية للوفد و لكن حسيت و حسيت جاكم إحساس أنه السلطة الجزائري لم يكن في مستوى في تلك اللحظة لم يكن تجاوب مع الخطر الذي يتهدد الجزائري حقيقة إحساس كان قاتل إحساس قاتل قاتل عهدنا لبلادنا أنا لم أتفرد في بلادها و كنا نحن طلبين أن يجوغيثونا في تلك اللحظة مستحيرة تطلب منها و ليس لن نطلبوا أن تدخل الجزائري على الأقل تسجيل موقف كنا طلبين فقط أن نبثوا رسائل طمأنة لأهالينا و غير ذلك لأنكم شفتوا بعد ذلك حالة الرعب اللي توجده فيها الأهالي و اللي توجد فيها كل شيء حسن عندما انقطع الاتصال لما انقطع الاتصال و نحن كنا حاسين لأنه كان بين لحظة و لحظة يتم التشويج على الاتصال فكنا حابين مجرد أن نقدموا رسائل طمأنة طال الانتظار و لم يأتي الجواب مع الأسف شديد بعدها لما جيت و خليني نقفز حكيتوا مع سيد أبو جرس سلطاني ما أخذيتوش الجواب الرسمي هل الحكومة كانت أو السلطة كانت ممتعظة من وجودكم أصلا في هذا الأسطول أم أنه يعني حتى موقف بيان لم تصدره الحكومة الجزائرية في تلك الأيام في الحقيقة ربما استقدامنا من الأردن في طائرة خاصة مسحة نوعا ما هذه الألم نعم رئيس بسهل طائرة خاصة نعم صحيح سنصل إلى فهذا مسحة الألم التي تثبت فيه يعني ثناء عدم الرد علينا رغم أنه كان متحنى أن نتواصلوا لكن في اللحظة التي كنتم محتاجين فيها تواصل من الحكومة لم يحدث لم يحدث صحيح وهذا يعني شيء مؤلم نعم الهجوم لاحظت الهجوم سيدتي كيف تصفينه للمشاهدين هو يكفي أن تكون أعتقد سباح 31 ماي صحيح نمزلنا في يوم 30 ماي يوم 30 ماي نحن ليل لحظة هذه نحن نقترب شوفوا في أربع بوارج صارنا في ساعة 12 ليلا ونحن رأنا نتصلوا بالمسؤولين ونحاولوا نعطوا لهواة فتعنا مرة على مرة لبعض الإعلاميين وصلت ساعة 12 ليلا بدأ الأمر أكثر من مؤكد لأنه بدأوا يرسلوا الإشارات هذه الضوئية من البوارج وغير ذلك لست أدري ماذا تعني تلك الإشارات في تلك اللحظة لكن كنا مهتمين أكثر بأنه بإلباس كل واحد للسطرة تعود عن النجاة والتأكد من أنها سليمة حكيني لحظة الهجوم طبعا نبقينا بين الصعود والنزول والتأكد من الوفد ووجوده وغير ذلك في محاولة طبعا يرفع المعنويات على الجميع وفي نفس الوقت أنه لازم نكونوا كل مع بعض ونتكاتفوا وغير ذلك لحظة الثالثة صباحا إلى الرابعة كان البعض مستلقي طبعا فكان هذا الوقت نستعدوا فيه لصلاة الصبح لأنه وقتها يعني لحظة الهجوم كنتوا تصلوا في فجر أعتقل فنحن كنا نصلوا جماعا على سطح السفين نعم فكنا في الركعة الأولى مرت رحنا على الركعة الثانية السجود على الأساس نكملوا لصلاة الصعبة نحن نصلوا في صلاة الصبح في السجدة الثانية بدأ بدأ هذا اللي يبدو أنهم أطلقوا وبعد ذلك عرفنا بليراه هذا اللي يطلقوا فيه هما هي عبارة عن اسمه الرصاص الصوتي والرصاص الضوئي نعم وهذا يضيء السماء حتى وانت ساجد تحس أن الإضاءة هكذا تخترق مجالك وتسمع للصوت بحيث أنه تكاد تصاب بالطنين في تلك اللحظة لكثرة الصوت الذي أطلقه لحظتها لن تعقل كثير من الأشياء إلا أن الإمام عرفنا أنه تمنا الصلاة وسلمنا وخرجنا من الصلاة الكثير من كانوا مطالبين بالدفاع وبغير ذلك سارعوا للالتحاق بأماكنهم وطلب مننا أنه الإسراع إلى بقية النساء لتهديئتهم وطمأنتهم زارنا في هذه اللحظات للقصف قائد سفينا بولاند يلدرم فكان طبعا يواسي النساء كلهن بكلمات لكن ليس مدحن لحرائر الجزائر ولكننا نحن ووقفنا له وحاولنا مواساته وتشجيعه في أننا بخير ونحن لن يحدث إلا كل خير ولا تخش علينا فغادرنا طبعا بعد ذلك هذه اللحظة مباشرة من طلقة 30 زورق وحاصروا هما لم يهتموا بقية للسفن الأخرى استولوا عليها بقية للسفن الأخرى استولوا عليها فيها سلع سهل فيها سلع وما يقارب 15 شخص هالهدف هو المرمرة لا 15 شخص للسفن الأخرى تقريبا فلا مرتاحة بسيط جدا في الاستيلة أعليعة فانطلق 30 زورق باتجاه سفينة مرمرة سفينة الركاب وبدأ الجنود الإسرائيليون في محاولة منهم للسعود للسفينة من خلال سلالم نعم يصعدون بخلالها إلى وكنتم تقاومونهم بسيط الشتة صحيح فكانت العصية التي بالأيدي وبعض هذه البراغي هي وسيلتنا الأولى في محاولة لإرجاعهم عن انتطاء السطح السفينة أو أن يدخلوا من بواباتنا ويدخلوا من خلال لأننا نحن كنا في السطح الأول للسفينة ولكن في سطح السفينة بعض الجنود أخذوا كثير من الضربات من الراكبين لأنه قضية حياة أو موت لقضية دفاع سرعي إما أنك تصعد وانت حامل سلاح وتقتلني وإما أن ندفعك وتبعد عن سفينتي على الأقل في أنك ما تكونش قريب لأنه حامل طبعا الأتراك كانوا في سطح السفينة هم أول من تصدى للإنزال أول من تصدى للسفينة للتصدى للهجوم هم الموجودين على الطابق الأول الموجود خلالهم الجزائريين والمغاربة وغيرهم لأنه بعد صد الزوارق وتأكدوا كم مرة كانوا يبتعدون لأنه محاولة إغراق الزوارق بخراطيم المياه جعلتهم يترددون لأنه يبقى الزوارق حتى يمتلق بالماء ينقلب الزوارق وبالتالي الجنود هم اللي يولوا في حاجة للإنقاذ فحاولوا كم محاولة للصعود وغير ذلك مع إصرار الموجودين والضربات اللي كانوا يتلقوها واستعمالها من خراطيم المياه فرّت الزوارق وعادت إلى البوارج في هذه اللحظات اللي كانت فيها اللي كانت فيها الزوارق كان في نفس الوقت البوارج وغيرها يضربوا فرصات وصلين إلى الهجوم يعني اللحظة اللي تقطف يشوت قبل ما تبدأ المروحيات وقبل ما يكون لأنه أول شهيد كان هذا الشاب لعمره 19 سنة هذا الشاب تركي فورقان أو فوركان كما يسمونه 19 سنة هذا الشاب كان هو المشرف على قاعة الإعلام صحفيين يعني هو اللي يساعد صحفيين هو إعلامي وغير ذلك فهو كان لنسق هو كان مسؤول عن القاعة الإعلام فكان واقف داخل قاعة على الإعلام وصحفي الموجودين ويحاولوا يتواصلوا مع غير ذلك استعمال هذه الفرصة الأخيرة في إيصال أي معلومة أو الصور وتحميلها وغير ذلك كان الكل يسارع في هذا الموضوع هذا اللي حعفناه من عندهم يعني كما قتل هذا الشاب التركي صحيح إحدى هذه الرصاصات الرصاصات الضوئية مرت كان دكتور محمد ذويبي يقف جنب الدكتور عبد الرزاق مقريب فمرت الرصاصة واعتبروه يعني كأنه نجات لأن الرصاصة مرت لكن يبدو أنه بعض شضاياها في هذه اللحظة وفقد لامست شبكية فقد محمد ذويبي فقد عينه يعني اليوم في تلك الحادث صحيح فقد تمام الشبكية رغم العمليات وقع الهجوم وصليني للمفيد لما وجدوا أن الأمر مستحيل من خلال زوارق قرروا مباشرة لاستعمال المروحيات فاقتربت مروحيتها مروحية اقتربت إلى السطح تماما فأرسلوا لأدل السلالم وبدأ الجنود الأوائل في البداية بدأ الجنود بالنزول بدأت قريبا ثلاث جنود كانوا على السلم الثنين جنود الأوائل قبل ما يصلوا لتقريبا لسطح السفينة اختطفهم الأطراك اختطفوا جنديا إسرائيليا اختطفوا من الجنود الإسرائيليين وجردهم من سلاحهم تماما وأنزلوهم للمطعم الموجود في قبو السفينة وتم وبعد ذلك من خلال الصور التي سنرى وغير ذلك شاهدنا بالإراهم هؤلاء الجنود تم ربطهم وغير ذلك في هذه اللحظة يبدو أن هذا العمل كان استفزازي كبير للبحرية الإسرائيلية طبعا الهجوم بعد ذلك كان لتحرير هذا الجنديين وأيضا لوقف لا لقيام بالعملية يبدو أن العملية كانوا فيها مراحل خطوات إما الاستلاء أو الاستلاء الاستلاء مباشرة الاستلاء باستعمال السلاح أو 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 فيبدو أنه كانت المرحلة الثانية بعد مجرد أنه لم ينزلوا للنزول الطبيعي فمباشرة بدأ النزول بإطلاق الرصاص وطبعا المدنيين اللي كانوا على سطح سفينة من الأتراك لم يكن بين أيديهم إلى بعض القطبان من الحديد ما كانوا يملكوا سلاح أو شيء من هذا حتى يقابلوا الرصاص بالرصاص فبدأ الجرحى وبدأ غير ذلك ولكن طبعا هنا الأتراك بسالة منهم أو حتى يعني انتقاما لمن رأوه من الجرحى والقتلة يعني كانوا يتعاركون مع هؤلاء الجنود النزلين وهم يطلقون الرصاص يعني يختطفونهم يختطفون أسلحتهم وكان عراك بالأيدي وعراك بهذه العصي الحديدية ولكن حسم الرصاص الموضوع بعدما تقريبا تغطى سطح السفينة بالجرحة سقطوا تسع شهداء أتراك وعشرات 45 جريح جراحة تقريبا ثم بدأت الاشتباكات الفردية أعتقد بين الجنود الإسرائيل اللي كانوا يزلوا على السطح بدأ الاستيلاء على سطح السفينة مباشرة استعملوا سلم خلفي نزلوا مباشرة لقيادة السفينة نعم يعني ما استولوش على التوابق كلها ثم استولوا على قمرة القيادة وإنما استولوا على مباشرة بعد استيلاءهم على السطح نزلوا مباشرة وصوبوا سلاحهم تجاه القبطان تع سفينة اللي كان حاكم لقوة تع سفينة وأمره بأنه يغير للوجهة أو يوقف سفينة نهائيا سيطرة أحكي لي لحظة سيطرة على السفينة وش هو الفايصل هل صحيح أنه طفل صغير هو سبب سيطرة الإسرائيليين على السفينة مرمرة الحقيقة لما صوبوا سلاحهم تجاه هذا القبطان لم يستسلموا لم يتراجع مطلقا لأنه لم يتلقى أمر من القيادة أنه يتوقف أو حتى أنه يغير الوجهة بالسلاح صحيح كانوا يهديدونه بالسلاح وكان محاطة القاع لغرفة قمرة القيادة كانت كلها موجودة فيها الجنود لكنه رفض طبعا الاستسلام أو حتى تسليم ووجه حكاية الطفل الصغيرة لكن أحد مساعديه أحد مساعديه كان معاه ابنه الذي كان عمره سنة تقريبا تمه يقترب من سنة فقط كان طفل رضيع وغير ذلك نستمتعنا معه أيام تسألنا مثل كل الناس يعني طفل إذا كان هما ما خلوش الكبار وما خلوش النساء فكيف بالأطفال عرفنا أنه الوالد تاعو هو المساعد على القبطان مساعد لأنه عنده اثنين من المساعدين أحدهم هو هذا الوالد الطفل السبب طبعا ما كانش واحد يصحب ابنه لهذا السبب وإنما كانت الوالدة تاعو اللي كانت موجودة معنا هي الغطاصة التي تحمي محرك السفينة من أنه يلتسق به أي شيء أو يتعلق فكانت هي الغطاصة يوميا التي تختبر سلامة محرك السفينة في الأسفل فجابوا الطفل الصغير هذا كما لم يجدوا بدا لأن الرجال لم يستسلموا فاستعملوا مع الأسف الشديد وهذه دناء كبيرة جدا أنه تستعمل طفل عمره السنة تصوب تجاه السلاح طبعا هي محاولة للتهديد ولكن ممكن يكون جدا قتله محتمل يعني ولد الطفل رفض رفض تماما أنه يستسلم تتوقف السفينة أو أنه يكون ولكن أعتقدنا القبطان لكن ليس القبطان وإنما قائد السفينة عيد السفينة يلدرم تدخل مباشرة وقال له تحرك كما يقولون افعل ما يقولون واطلقوا الطفل لأمه الطفل يعني أنا فهمت من كلامك سيدتي أنه لما هدوه قائد السفينة لم يرضخ ولكن لما شفهم هدو الطفل خلاص تخذ قرار أنه يحبس الرحلة الأسطول الحرية خلاص هنا كانت استسلام أو سيطرت لنقول سيطرت الإسرائيليين على السفينة قد يستغرب طبعا الناس أنه شخص يسلم سفينة بهذه المهمة وبهذه الأهمية من أجل طفل ولكن أعتقد أنه الأرواح أغلب كثير جدا من كل ما ممكن يقصده الإنسان لذلك حماية هذا الطفل إذا كانوا الإسرائيليين وصلوا أنه سمحوا لأنفسهم أنه ميهدوا بطفل لازم نكونوا أكثر إنسانين لأننا قافلة إنسانية لإغاثة ناس وفي النهاية الحفاظ على الأرواح البشرية أهم من كل شيء لأنه كنا نتخل في التقتيل وفي القتل نعم تسلمت السفينة وأصبح الإسرائيليون هم من يقود السفينة الآن أصبح الإسرائيليون يستولون على السفينة مكانا مكانا فبدأ طبعا كل من يصل له الجنود الإسرائيليون يستلمونهم ويقومون بربطهم ووضعهم جانبا في مكانهم ومع وضع حراسة عليهم حدث أنه تم ربط وتقييد كل الرجال في طوابق من الطوابق وربما تعذيب نفسي أو شيء من هذا القابل ورميهم أيضا بالمياه البحار البحر المالحة يعني لوقت قوي خلال مروحيات نعم كيف عشتوا هذه الحراسية هو آخر خلينا نقول بله آخر وفد سلم نفسه هو الوفد الجزائري لماذا يعني لأنه حرصا منه أنه الاتفاق الأولي أنه ولا واحد يسلم نفسه فكانوا حريصين أنه ما يسلمش أنفسهم حتى عرفوا باللي رأي قيادة السفينة وكل السفينة في هذه اللحظة تحت القيادة تحت قيادة الجيش الإسرائيلي ورأس بحر السفينة في أيديهم يعني لا تفتح جناح من الأجنحة اللي كنا نحن موجودين فيها من طرف بعض من العرب في هذه اللحظة تم المرور للوفد الجزائري كغيره وتم طبعا تقييدهم ووضعهم طبعا على ظهر السفينة مباشرة بعد ذلك دخلوا للسفينة في داخلها وبدأوا طبعا وقفونا طابور كامل في كل طابق وبدأ طبعا تقييدنا بهذه القيود البلاستيكية الحادة لتخلي أثرها سواء من خلال الشمس أو من خلال الحزازة التي تتركها على الجلد الإنسان حتى تحمر فقيدونا احنا كنساء كان طبعا الجيش الإسرائيلي حامل معاه الكلاب كرمكم الله وكان معاه النساء والرجال حتى المجندات من النساء فطلبنا بدل ما يقيدونا الرجال طلبنا حرمتنا لنا أن يقيدونا النساء وليتنا لم يكن هذا طلبنا لأن النساء كانوا أكثر شدة وإحنا نساء أكثر لطفا هنا لم يتم التحقيق معكم على ظهر السفينة يعني تم اقتياد السفينة إلى طبعا السفينة كانت بدأت السير ميناء السدود كان ممكن أن يتم هذا الأمر في ثلاث ساعات لا أكثر لكننا نحن بقينا نمشي ومسقرب من الساعة السادسة لماذا سيدة لماذا أطالوا الطريق يبدو أنهم كانوا يدورون في البحر لماذا لا نعرف هذا ربما تشيء ترتيب عسكري أو أمني منهم نحن لم نصل إلا للساعة السادسة وصلتم إلى ميناء السدود منعنا من قضاء حوائجنا منعنا من شرب الماء منعنا من كل هذا إلا إلى طبعا وقت قريبا اقترابنا من الوصول إلى ميناء السدود لما وصلنا إلى الميناء وجدنا أن هناك شيء كبير في انتظارنا لماذا طبعا وجدنا في البداية من الشعب أو من الجمهور ولا أعتقد أن الوديهم شعب لأن تقريبا معظمهم مجندين ولكن يلبسون لباس مدني وجدناهم هكذا الهزيج والفرح وكأنهم التقطوا فريسا بشكل رهيب الإسرائيليين المدنيين وفدوا إلى ميناء السدود للاحتفال بحنجاز جيشهم أنه سيطر على هذا الأسطول وكانوا يطلقونا نحونا كلمات يبدو أنها كلمات تدل على الكرة وعلى شيء من هذا لأن الكلمات كانت بصوت صوت الشخص لما يمتحك غير الشخص لما يسبك أو يشتمك طبعا نزلونا مجرد تنزل من السفينة يستلمك اثنين من المجندات نساها ورجال يستلمهم اثنين من المجندات تصل لي محطة التحقيق تم التحقيق معكم كم بقيتم في وصلنا الساعة السادسة ونصف مساء سادسة ونصف مساء نحن الوفد الجزائري أخرونا ونحن النساء بالذات أخرونا لأننا بقينا العشرة ونصف صباحا من يوم الغد يعني تقريبا قاعدنا أكثر من كم ساعة 14 ساعة أهم محطة التحقيق معكم أهم محطة التحقيق معنا التحقيق البداية أولا يبدو يديرو لك التفتيش جابوك محطة عرب أعتقد تبدأك محطة في كل بعد كل دخولك من مكتب المكتب تحقيقي تم تفتيشك لا يقبلون دخولك على طبيب طبيب ما يقبلش تدخل عليه إلا لا كنت تفتشت وأنت تكون تفتشت يعني تقريبا نحصينا المحطة 22 محطة مكاتب اللي مرينا عليها ودخلنا عليها يجيبو لك طبعا يجلسوك في هي عبارة عن خيمتين خيمت بلاستيكية كبيرة جدا فيها تقريبا من الجنود ولا من غير ذلك ما يقارب الفين حتى الثلاث ألاف جندي مرينا تقريبا بـ 22 مكتب بين تحقيق وبين أطباء وغير ذلك هل أنت كعضو في الوفد مريتي على 22 تحقيق صحيح تدخل تقريبا 22 مكتب التحقيق معنا ظنناه في البداية سيكون تقرير عسكرية أو أمني ونحن كنا متفقين وعارفين وشي الكلام اللي أرح نقوله وغير ذلك لكن التحقيق بدأ يجلس واحد عسكري مقابلك ويجلس واحد مدني كما أنت الآن ويتكلم معك وش حكاية المحقيقين العرب اللي يجبوهم يقال أنه كان فيه توانسا وفيه حتى جزائي صحيح أنا اللي حقق معايا شخصيا هو شخص تونسي رجل تونسي يتكلم اللهجة تونسية يعني وعنده هنا لا نتحدى عن المترجمين هو محقق لا هو محقق يعني ظابط هو المحقق النفساني يعني ظابط صحيح هو يطح الأسئلة وغير ذلك نعم هو يبدو ظابط لكن لابس لباس المدني نعم لكن التحقيق كان شكله نفسي أكثر منه أمني عسكري من العرب كان فيه توانسا كان توانسا كان مغاربة الطبيب الذي طررنا بعد ذلك أنه نراجعوه لما كانت سيدة سلطانية لأنه كان عندها الضغط وغير ذلك كان واحد مغربي المحقق مع صابرينا ونجوة فيزوز كانوا من قسنطينا صحيح الشويش الذي كان على باب زنزانة مصري يتكلم المصرية بسهولة بحيث نتعامل معه بكل سهولة مصري ربما عادي لأن بعض المصرين يعيشون في الداخل لكن جزائري كيف جزائري مع قسنطينا من اليهود للي كانوا ربما موجودين أو من هذا يتكلم العربية ويتكلم عنده مشبع الكلام العربي بتسال موجودة في مدينة قسنطينا ونحن صبرين درس في قسنطينا ونجوة سكنة مدينة قسنطينا عرفتوا بلقسنطينا صحيح مسألتوش أنا التونسي شخصيا هو استفزني قال لي تحبي التحقيق معك يتم بالعربية أو بالفرنسية قلت له أنا عربية وكلمني باللغة العربية أنا في محاولة فقط أن نقول لا لكل شيء يقولونه نعم يعني في ذلك اللحظة أنت مستفز فقال لي أنتم فرنسا حطلتكم وتعرفوا الفرنسية قلت له لكن اللي نسيته أنت وتجهلوا أنه إحنا فرنسا خرجناها متزاير يعني في محاولة الاستفزاز يعني فيبدو أنه هو تونسي يعني يعرف لدرجة الأكل الذي قدمه في الزنازين هي أشهر أكلة تونسية الكسكسي بالسمك نعم أبعا نحن ما كليناهش كان لبعض الأخرين قالوا كلينا لكننا الجزاريين كنا متواصلين أنهم مستفز consequence سيدتي طبيعة الأسئلة التي تطرع عليكم في التحقيق نفسية من والدك لماذا أتيت ماذا تعمل ماذا تريد لماذا جئتم أنتم أصلا البعض لما البعض يعني هذا تونسي يعرف الجزائر لكن البعض الآخر يقول لك الجزائر ما علاقتكم بنا لماذا تأتون نحن نكون نجاوب الجواب صريح واضح نحن لم يأتي إليكم نحن أتينا لأهلنا في غزة لإغاثتهم وانتم اختطفتمونا وفق المياه الدولية هل صحيح أن بعض أعضاء الوفد ممن تعودوا على دخول غزة وجدوا ملفاتهم عند الإسرائيليين هناك كل ملف يحمله المجند المكلف بك أو المجندان أحدهم يحمل ملفك ملف كانت تضع عليه ملسقة بلون معين اكتشفنا بعد ذلك أنه خصوصا الموضوع الذي نعرفه عن قرب عند الدكتور عبد الرزاق مقري وعند السيد النائب أحمد صالح لطيفي هذو ما في زوج كانوا يحط لهم إشارة حمراء على الملف تحهم لأنهم كانوا من قبل إما أنهم دخلوا غزة أو أنهم كانوا عندهم معاملات مع الفلسطينيين ويجب أن هذا لا يمكن أن يعتبروا أن هذا التهمة وكانت أحكامهم عالية بسبب هذا الشيء هذا يعني أن كل الوفود التي تدخل غزة السلطات المصرية المشرفة على المعبر رفع يتم تنسيق أمني مع إسرائيل يسلم كل ملفاتهم إلى إسرائيل طبيعي هذا هو التنسيق هذا هو التفسير الوحيد لوجود ملفاتهم عند إسرائيل لا مش هذا التفسير الوحيد لأنه لما يكونوا عندهم علم بترتيبات شراء السفينة وبغير ذلك هذا يعني أنهم على علم من خلال من داخل تركيا لأن الأمر صراح في تركيا لا صراح في مصر أو في غزة فيبدو أنهما كانوا متابعين كل تحضيرات الأسطول والعمل وش حكاية السيدة اللي حكيت مع الإسرائيليين بالشوية؟ هذه أختنا صالحة وصرية اللي كنتم قلت عليها من مدينة باتنا طبعا هي شوية فأثناء التحقيق معها كما أنا رفضت أن نتكلم معهم بلغة أخرى غير لغة العربية هي رفضت أنه نتكلمهم بأي لغة غير بالشوية فقلت لهم كيفاه؟ لهذا الكيان بكله ضلوا تفخروا برواحكم ما عندكم مش مترجم يترجم للغة اللي راني نتكلم بها جيبوا لي واحد شاوي وكانت تكلم فيهم بلغة شاوية أنا عرفت هذا من علي أنه لتقيتها وإحنا ينقلونا من مكتب المكتب أنا كنت كله إحنا نلتقيه اللي معايا شوي صغير فكنت نقدر نتجرأ ونخليهم ونسأل فسألتها كلمتني بالشوية لأنني أنا طبعا أمازيغية ونفهم فقلت لي راني كلمتهم بالشوية ورفضت وغير ذلك ابتسمنا وتودعنا على هذا الأمر لكن هذا لأنهم ما فهموا عليها مطلقا وبقات مسرة رغم أنها هي مقيمة في فرنسا وتتحدث ثلاث لغات ما شاء الله عليها لكن رفضت أنها تتحدث معهم بأي لغة أخرى غير باللغة كيف تعاملوا مع سيدة نجوة سلطاني زوجة وزير الدولة أبو جرى سلطاني هي زوجة وزير يفترض أن تعامل معاملة زوجة كرولية كانوا يعرفون من قبل وجودها ولا غير ذلك لكنهم عندما اكتشفوا وجودها وأنهم موجودة زوجة وزير دولة وغير ذلك حاولوا التحقيق معها كان كبير لكن لما اكتشفوا أن الوفد الجزائري فيه وفد دبلوماسي بدأوا اقتراح فكرة ترحيلنا كأن ممكن نرحل من المطار دون أن نذهب للسجن وهذا اللي عرفناه بعد ذلك طبعا حاولوا ترحيلنا لكن احنا أسرنا في البداية النساء أننا ننتقل من هنا قبل أن يذهب معنا كل الرجال لأن ترحيل النساء معنا الاستفراد بالرجال نعم نحنا مشقزنا طبعا البقاء والاستمتاعها هناك الإنسان طيب بعد التحقيق صدرت أحكام في حق أعضاء الوفد كل من دخل هما بالنسبة لهم كيفون هذا الدخول وهذه المخالفة في نظرهم على أن أرغم أن هما اختطفونا من المياه الدولية وكل الناس تعرف هذا بالمسافة نحن نكون في المياه الدولية وفي أعالي البحار ولم نكون في مياههم الأقليمية على الأقل أعطى بروه دخول غير شرعي للكيانهم أو الدولتهم التي يدعون وبالتالي الحكم عليك هو عشر سنوات سجن إلا أن أخونا عبد الرزاق وحمد لطيفي أعطوهم 14 سنة أعتقد بسبب الصوابق بالنسبة لهم في موضوع الدخول 14 سنة سجن وأعطونا أوراق هذا عرفنا من خلال الأوراق لأعطونا نمضوهم في الأخير بشير حلوك ورقة تمضي فيها أنك تتعهد لا تعيد هذا الفعل وهذا اللي أرفضنا نحن نديروه لأنه إلا أرفضت أن تعيد إلا اعترفت أن لا تعيد معناها تعطرف أن تتعرف موقعتوش؟ لا موقعت نعم كانت هذه التعليمات خذينها مقبل أنك ما توقعش أي ورقة هونالك نحن الجزائرين تلاقينا حرج أخر بعد ذلك في تسليمنا حاولوا يختموا جوازاتنا كما ختموا بعض الجوازات الأخرى نحن قلنا لهم في حالة إلا ختمتموا الجواز حكموا عنكم هل صحيح أنه القنصل أو السفير الفرنسي أعتقد قنصل الفرنسي أعتقد تصل بكم وجل عندكم وحب يتوسط من أجل إطلاق صراحة؟ طبعا لأننا وفد عنا كما كنت نقولك عشر نواب ومعنا زوجة وزير دولة ومعنا إطارات وغير ذلك فكروا في ترحيلنا التواصل معنا يمكن أننا لم نعنى سفير ومعنى تماما علاقة مع هذا الكيان المسخ فكان لابد أنه بعض الدول كانت تقترح نفسها في الوسطات أو شيء من هذا مثل فرنسا مصر مصر كانوا أول زوج أطلقوهم هما المصريين تماما الوفد المصري أول إثناء أطلقوا صراحهم لأنهم عندهم سفير وجاهم فأطلقوهم لتذكير العضوان من الوفد المصري يعني هما كانوا اثنين من النواب طبعا الثاني أعذرني أن أنسيتش في اسمه لكن الأول هو الدكتور محمد البلتاجي الذي بالأمس فقط مع الأسف الشديد مع عام يو ستة وعشرين أطلق عليه فكر بالإعدام وليتقتلت بنته أسماء البلتاجي في الحواد الأخير نحن ندعو المصر بالأمن والسلامة إن شاء الله ما ستشوف شو الشيف تتزير في هذه المرحلة للعصيبة وشهادة لله أن البلتاجي هو أول من طمأننا باتصالات هاتفية عن سلامة الوفد الجزائري لأنه كانوا من أوائل الخارجين اقترحوا المصريين طبعا الوساطة نحن أنت تعرف هذه الأيام نحن مش نبعيدة على أم درمان وعلى المشكلة الجزائرية فارفضنا تماما الوساطة المصرية لأننا كنا نخشاوا حتى أنهم لا يتعاملوا معنا فطوها على جال أم درمان مشكلة أم درمان العلاقات لم تكن جيدة مع الجزائر لم تكن جيدة نحن نورطوا الجزائر من جهة أنها لازم تتعامل مع المصريين وتولي شغل تنزل رأسها كما نقوله أو فرنسا نفس الشي فارفضنا أن تدخل معنا الوساطة الفرنسية أو الوساطة المصرية لأننا اعتبرنا لأنك ثمك يتوصل عندك الإسرائيلي تستوعب أنك أنت كارعية ستضع بلادك في مشكلة أطلق سراح كل الوفود تقريبا طبعا الوفود التركي رفض أن يخرج قبله لأنهم عندهم تواصل فارفض قبل خروج بقية الوفود الأخرى فبدأ بإطلاق الجل طبعا أننا قبلنا الوساطة الأردنية لأن العلاقات معنا كانت بالنسبة لنا أفضل ممكن التعامل مع المملكة الأردنية الهاشمية أفضل فقبلنا الوساطة الأردنية ولا أفضل ولا شيء يعني علاقتنا مع المصريين أفضل من الأردنية لا أنا ذلك ما كانتش كانت تشنج كبير والخروج عن طريق مصر معناها إذلال للجزائر فذلك المرحلة ما كناش حابينو صلوه فقبلنا لأنه كان لازم واحد ولا يتكفل إما المصريين يخرجوا كلهم العرب خصوصا إما لأنني قلت لك تجاوزنا إحنا رأنا تقريبا مئة العرب اللي كنا ثم إما هنو نخرج عن طريق مصر أو فرنسا أو عن طريق الأردن إحنا بالنسبة لنا أردن كانت أريح خصوصا في الجزائرين وتم ترحيل كما عن طريق البر إلى الأردن رحنا سعى للسيجن قعدنا في دون الأجدد سيجن هذا سيجن حلو سبيسيال مولينا يقال أنه بسنقموها ضيافة خاصة في سيجن بئر السبع مشينا من مناء السدود حتى البيئر السبع ساعتين ونصف في البداية احنا رفضنا نركبوا هذه السيارات فجابونا السيارة مصفحة حديدية يعني قاتلة بوحد الشكل رفضتوا تركبوا سيارة الجيش الاعتقال سيارة الاعتقال نعم سيارة الاعتقال هذهك فجابونا السيارة أخرى ولكن كانت أيضا مصفحة بوحد الشكل وكأننا جزائرين فقط نحنا الوفد للجزائر خصوصا نحنا نسافي ربعا لأنه صريحة رحلت قبلنا حتى احنا معرفنا حتى في سجن عزلونا كل النساء وضعوا في سجون تحوي الكثير من النساء لكن احنا حطونا كل اثنين في زنزانة نعم وانا يعني احطوا معانا جواء سلطاني وحطوا صبرنا مع عائشة دهش رغمانا خوفي على عائشة انها صغيرة وانحنا تخمصنا مجموعة من الأدوار ان عائشة وكأنها شقيقتي من الأم حتى تبقى بعين لانها صغيرة وانا نقدر نرعاها أفضل لكن رفضوا فبعدوهم هما في زنزانة وكان بيننا وبينهم ثلاث زنزانات بين الرجال لا بينهم احنا نفسنا الجزالين عزلنا في نساء عزلوا عن الرجال لا مش نساء الرجال احنا في ربعة كل اثنين مننا عزلوهم في زنزانة وبعدونا في الزنزانات من ثلاثة زنزين فارغة حتى لا يمكننا التكلف من خلال النافذة أو شيء من هذا وصمع بعضنا بعض جاء القرار بإطلاق صراحكم لكن ترحيلنا بالبساط كان في ساعة 12 ليلة نسيت نسألك ونحن نتابع في تلك الأيام الأخبار طبعا زارنا الصليب الأحمر في السجون هذه لازم نقولوها وكانوا فقط يسألوا لا تحتاجوا صابون وتحتاجوا وتحتاجوا طلبوا مننا أرقام عائلاتنا الاتصال بها ونحن نتابع في تلك الأيام التحقيق معكم والاعتقال وكل وتسربت شائعات منها مقتل شخصين أو ثلاث من اللفت أربعة صحيحة الإشاعة كانت تقول مقتل أربعة من الوفد مما فيهم الدكتور عبد الرزاق مقري وأحمد لطيفي حتى أن بيوتهم شهدت العزاء بيوت هنا في الجزائر يعني هنا عائلات تندروا العزاء عائلاتهم فتحوا بيوتهم للعزاء والناس كانت تنتقل لبيوتهم بشتتعزيهم وتسبرهم وغير ذلك يعني كأنه الخبر أكيد وما كانش كل ينفي عكس هذا من خرج الإشاعة في رأيك؟ والله هو إحنا كيسألنا على الخبر قال كأنه خرج من سفر يعني خرج من سفر الفرنسية سفر الفرنسية في الجزائر؟ لا لا في الإسرائي نعم 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 وصلتم للأردن اتصلت الرئاسة وأرسلت طائرة خاصة لاستقبالكم هنا وين بنت الحكومة الجزائرية أعتقد صحيح خليني سعن حي الشعب الأردني لأنه استقبلنا استقبال تعرفوا ما معناها نحن ثلاث أيام بدون أكل بدون شرب رفضنا يكلوا رفضنا شرب ومغيرناش ثيابنا مغسلناش مطلقا يعني ما استعملش أنت معجون أسنان بذلك الشكل مع التحقيق والإرهاق وعدم النوم وصلنا في حالة يعني لدرجة صورنا في الإعلام أهلنا يعني تفجعوا من حالاتنا يعني في ذلك الشكل اللي خرجنا به في اللحظة الأولى لكن يعني الحقيقة المسحة الأردنية والكرم بالشعب الأردني خصوصا أنهم يعني حتى وصلوا وشروننا الثياب اللي اتخذنا بها ذلك الجزائر وجينا به حسنوا هيئاتنا وأطعمونا وحجزونا في فندق خمس نجوم لدرجة ما ما عرفناش فيه يعني بشكل رهيب جدا الوقت كان قصير رتبونا غدا كانوا مرتبين لنا حفل حفل في الليل ولكن السلطة الجزائرية والسفير الجزائري اتصل بالقيادة للوفد وأخبره أن هناك طائرة خاصة سترسلها طبعا الرئاسة في الجزائر فيها وفد رسمي سيأتي لاستحابنا طبعا ستكون في تمام ستصل الأردن في سمام ساعة ثامنة وسنغادر الأردن في سمام ساعة ثامنة ونصف يقال أنهم في طائرة الخاصة بعثوكم أطباء نفسانيين صحيح يعني هما جونا وزراء وغير ذلك ووفد رسمي وغير ذلك ولكن الأمر اللي احنا بعد ذلك ضحكنا أنهم تخيلونا أن نقول لنا مختلين نفسيين وانهرنا أو شيء من هذا فكانوا معهم أطباء نفسانيين وفكانوا يسألونا فكنا احنا نبتسموا ونحكوا لهم وكأننا كنا في رحلة ولا في سياحة ونحكوا لهم يعني عن معنويات جوا وزراء في طائرة الخاصة صحيح جوا وزير الشباب والرياضة الأخر جيار جيار نعم وجمعها الشيخ بجرة سلطاني وكانوا مجموعة من النواب وكان شيهب صديقي أيضا كان معهم يعني مجموعة من القيادات وغير ذلك جاونا واستحبونا وحقيقة طائرة اعتنوا بنا مثل المريض يعني أكل وعشاء خاص والطاقم اللي كان يخدم في الطاقرة طاقم كبير جدا لما نزلتوا في الجزائر لأن الوقت يدهمني سيتي صحيح يجب أن نستثمره لما نزلتوا في الأكيد كان الاستقبال الأهالي يعني له طعم آخر نحن كنا عارفين أنه بعض أهالينا رح يجوا يخذونا من المطار لديارنا يعني لا أكثر ولا أقل لكن اللي ما كناش نعرفوه أنه الشعب الجزائري كان في انتظارنا كانت حشود أعتقد شعبية كبيرة في المطار أنا ستتقني لا أدكر أني لمسيت رجلي الأرض من لحظة نزول حتى وجودي في سيارة وانت عارف المطار وكيف هتمر فيه فسبحان الله العظيم اللحظة اللي خرجنا وحنا وصلنا متأخرين يعني السادسة مساء انتحم هما هي الثامنة ونصف ليلة انتعنا ودرنا نحن تقريب من ثلاثة إلى أربع ساعات يعني وصلنا في 2012 تعالي مش تقريبنا نحن هنا لكن الجزائريين رغم ذلك أصروا أنهم يبقوا لاستقبالنا فكان واحد الوجود إعلامي كبير وكان واحد الوجود شعبي عظيم وكانت يعني الحق أنا الأكثر شخص تذكرت وأنه ضمن لحظة النزول هي الزوج الشيخ محفوظ النحن كانت تبوس فينا ودولينا شغل درته اللي كان حاب يديره وبعض الشخصيات والوجوه يعني حقيقة أنا ما ذكرتهمش لأنه كانوا حامليننا حامليننا على الأرض لدرجة ما لمسناش للأرض حسينا بهذاك الاحتضان أن ندخلنا صحيح الجزائري وانتهت المأساة انتهت المغامر المأساة صحيح لأنها مأساة بكل المعايير ربع سناوة تمر على ذكرى هذه الملحمة حاولت توثق الشهادة هذه أعضاء الوفد لأنه مسؤولية كبيرة أنه مثل هذا الملحمة لا يوثق لها الوفد الجزائري وقد كان له الحضور الأكبر في الرحلة ونحن ندرس دائما يقول لنا أساتذتنا أننا نحن نصنع الرجال ونصنع الكتب وأن المغاربة لا يكتبون صحيح فكنا نحاول أن نكسر هذه النقطة وحاولنا في الحقيقة من البداية توصلوا معنا يعني إعلاميين وحتى مخرجين ومنتجين خصوصا من سوريا وغير ذلك في محاولة إخراجها في فيلم لكن إلى حد الساعة كانت ثلاث محاولات لكتابة مذكرات أو عبارة عن انتباعات شخصية منها فقط ومحاولة تزويدها بالصور في محافظة لحفظ هذه الذاكرة أعتذر منك للأسف انتهى الوقت ولكن أختم بسؤال سيدة صباح لو تتكرر التجربة يعني لو يجي وفد ويقول نعودها يعني نروحوا نديروا أصول نكسروا به الحصار أعتقد كنت جبت الوفد كامل وسألت ولا قال لك نرجع هذه الوشكلات تعالى يعني يعني نحن ما نشح حريصين نحن نكونه نحن حريصين أنه هذه القضية لأنها مش قضية فلسطين ليست أرض بالنسبة لنا وهذا اللي يفهم كل الجزائريين فلسطين هي قضية ظلم حقيقي وقع على شعب يبدو أنه هذاك صر الحصار الحقيقي بل إحنا ما دخلناش غزة في ذاك اليوم لكن بعدنا بأسبوع كانت أول قافلة جزائرية دارتها جمعية الإرشاد والإصلاح نحن نذكر مليح لأنه حتى طلبوا مننا أن نروحوا معاهم ونحن نزلنا ما وصلنا إلى شديارنا لأنه جينا درنا ندوى في الصروق وبقينا للولايات استدعيفين وغير ذلك بعد ست أيام بالضبط من وجودنا في الجزائر دخلت أول قافلة ودخلت معها مساعدات فيبدو أنه كانت بداية الكسر تعالحصار الحقيقي على أهلنا في غزة وعلى قضية فلسطينية لأنه ولد قضية دولية من خلال 50 جنسية شاركوا 50 جنسية شاهدت على الظلم الإسرائيلي وخصوصا الأوروبيين نقلوا هذه الشهادات وصوراها وغير ذلك في دولهم سيدة صباحة أشكرك جزيل الشكر على هذه الشهادة المفصلة التي قدمناها نتمنى أن نكون قد صلتنا الضوء أكثر على هذه الملحمة التي ستبقى مفخرة ليسا للجزائريين فقط ولكن لكل من شارك في هذا الوفد وأبل بلاء حسنا في كسر الحصار على إخواننا الفلسطينيين ستبقى القضية حية في ضمائرنا إلى أن تتحرر القدس نتمنى أن دعني فقط في دقيقة في دقيقة سأقول أولا أنه نحن مجرد ممثلين للشعب الجزائري كان ممكن أن تخفو صورنا تماما وأن تظهر الراية الوطنية لأنه نحن نعتقد أننا هناك دين في أرقامنا تجاه فلسطين لأن الشعب الفلسطيني كان يدعمنا يوما ما في ثورتنا وهذا أبسط شيء في رد الدين فنحن لم نكن نمثل أنفسنا وإنما كنا نمثل الشعب الجزائري كما كنت نقول لك دعني أعتذر من الشعب الفلسطيني مرارا وانتكران لأننا لا نزال نقدم له فضول أوقاتنا وفضول أموالنا ودعني أعتذر من كل من ركب معي هذه السفينة من الوفد سواء كنت مذكرتش اسمه ولا مذكرتش فعله ربما أنا أبسطهم وأقلهم حتى أنهم كانوا حريصين إنما نروحش ولكن اليوم مثلتم فأرجو أن أعتذر منهم نعتذروا طبعا من السلطات الجزائرية ومن الشعب الجزائري أنا كل واحد يلقان يقول لي ذلك لنا ما رقدناش وقعدنا بثلاث يام ونحن نتألموا نحن نعتذروا على ذلك الألم لأن سببنا لهم حقيق خلق حقيقي كنا نقصد أننا مثلهم دون أن نقلقهم في هذا القلق ونعتذر من السلطات الجزائرية لكنا أجبرناها أن تتعامل مع من لم تكن تريد التعامل معهم نحن دائما حارسين على أن تبقى الجزائر رايتها مرفوعة ولكننا نقول لهذا الكيان المسخ أننا أدركنا عندما دخلنا أنك زائل وزادت قناعتنا بزواله وسترى الأعين يوم ما بإذن تعالى فلسطين محررة وعاصمتها القدش شكرا للشروق التي أشرقنا من خلالها في اليوم الأول وأشرقنا بوجودنا في الجزائر وها هي طبعا يكون لها السبق والفضل في طبعا كتابة الذاكرة الجزائرية وجزء من التاريخ الإنسان شكرا لكم وبركات الله وفيكم أستاذ عقوبي أشكرك وأعتقد أنك كنت أحسن ممثل للوفد في الحديث عن تضحيات الوفد وبلائه البلاء الحسن في هذه الرحلة أشكركم مشاهدي الكرام على صبركم معنا نتمنى أننا كنا عند حسن ظنكم أضرب لكم موعدا في الحلقة القادمة مع شخصية أخرى لأبحث معها عن الحلقة المفقودة إلى ذلك من حين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا